مرحبا اليوم بدعمل انا وياكم طريق التحضير اللبن بحليب البودرة عنا كوبين ماي كلكو بسعتو 200 ميلي ماي يعني عندي انا 400 ميلي ماي وعنا حليب بودرة لنبلش الطريقة مع بعض بسم الله منحط الحليب فوق الماي كل كوب منحط له 3 معالي ملانين حليب هيدا اول كوب بحطيت له 3 معالي هيدا الكوب التاني بحركهم بحركهم مع بعض وبحطهم على الغاز هلا بحطهم على الغاز وكل شوية بحرك عشان مايحرق الحليب كمان بحرك شوية بتركن ليغلب بس صار الحليب بهيدا الشكل بلش يغلبوا في الغاز وبحطهم بمطباقية بسم الله هلا بحطهم على جناب حوالي ربع ساعة هلا عندي هون 3 معالي اطعام لبن وبعد الربع ساعة شو بعمل بحط اصبعي بالحليب بعد للعشرة واحد اثنان ثلاثة اربعة خمس ست سبعة ثمانية تسع عشرة معاش بيتحمل اصبعي حرارة الحليب بيكون صار جهز الحليب للروبو نعملو لبن بحط اللبن فوق الحليب بسم الله بحركوا نمنيح بغطيهم بسم الله كمان بجيب منش فيه بغطيهم فيها منيح بهيدا الشكل بتركهم اقل شي حوالي خمس ساعات ليصير عندي اللبن هلا بشيلهم وبحطهم بالبراد ليسع عمنيح اكيد اذا كمية اكتر من غطيها ليلي كاملة بالغطاء افضل هيدا اللبن بعض ما حطيتو بالبراد وساقع منيح لنشوفو مع بعض بسم الله هيدا الشكل النهائي هيدا اللبن عملتو انا وياكن بحليب البودرة بتمنى يلي بيحضر الفيديو يبعد تعليق اذا عجبتو الطريقة املاقو ان شاء الله بشوفكم بالفيديو جاي باي باي اشتركوا في القناة